طيب نروح بقى مع حضراتكم لأخبارنا النهاردة يعني الجميع توقع انه راجل يرجع من رحلة سفر ورجع من مطش صعب بالتأكيد وخد بالك فكرة السفر دي وانك انت تبقى لعب مباراة يعني قوية زي مباراة لاتحاد المونستيري وتيجي من رحلة تيران من تونس المسافات قريبة مش بعيدة اوي بس في النهاية الناس كتير قوي تقولك افكر ان انا ادي راحة وخصوصا المطش اللي جاي هيكون يوم السبت لكن كولر فكر بشكل مختلف وقرر انه الاهل يوصل تدريباته النهاردة عشان يحضر المباراة العودة الرجل داخل جد في جد ومش مدي فرصة لأي ثغرة هنا ولا ثغرة هنا يعني يمركز بشكل كبير جدا في التفاصيل دي لقطات من مشاركة لعبة النادي الاهلي لظهر تنبارح في تونس بتلعب في بطولة افريقيا في تمرينة النهاردة ومن اخبار التمرينة خلينا اقولكم واحد من الاخبار الايجابية كمان الرجل كانتكلم مع بيرسيتاو في الفترة الاخيرة وطلب ان يشوف يعني طلب شرايط يعني او مش شرايط بقى يعني فيديوهات لمطشات اللي شارك فيها بيرسيتاو وكان عايز يقف على فكرة تقييم مستوى لأخبارك وايسا النهاردة انه بيرسيتاو شارك في التدريبة او التدريب الجماعي لأول مرة طبعا هيشارك بشكل تدريجي ومفترض انه الجهاز الطبي هيعمله هيخضع بقى بيرسيتاو بعد شفاءه من الاصابة لنفس القياسات البدنية والفحصات الطبية اللي خضعت ليها او خضع ليها سكواد الاهلي في بداية الموسم عشان يتم تحديد مدى جهزيته او فترة عودته معاد عودته مرة تانية للمشاركة في المباراة لكن الحمد لله تطمينه على بيرسيتاو وعلى مشاركته في التدريب النهاردة شارك في التدريبة الجماعية وبالتالي ان شاء الله يكون جاهز مع النادي الاهلي طبعا مشاركة هتكون تدريجية يعني والجزء الخاص بالاحمال طبعا ده شغل الجهاز الفني بالكامل وهيحددوله البرنامج اللي يشتغل عليه بحيث انه يبقى جاهز انه يشارك مع سكواد النادي الاهلي الفترة اللي جاية دي من هنا اليناير اعتقد هتبقى فترة تقييم مساحة ميستر كولر في انه يقرأ امكانيات لعيبته وقدرته على توظفهم او قدرته على استخدامهم بشكل او باخر اعادة توظفهم في الملعب استقراره على شكل القوام الاساسي اللي ممكن يراهن عليه الموسم اللي جاي وبنان عليه هيحدد احتياجاته من التدريب سواء في بعض المراكز او سواء في اتمام صفقات الاهل الاجانب هيبقى فترة كافية جدا وخصوصا انك انت بعد مطش التحدي المنستيري يعني اعتقد طبعا والكرة مفيهاش مضمون انا دايما بأكد على الحكاية دي يعني دايما اه نتيجة ايجابية وكسبنا واحد سفر لكن تبقى مباراة العودة صعبة وخصوصا انه التحدي المنستيري كان يعني الى حد كبير عارف حجم وقدرة النادي الاهلي فبالتالي لعب بشكل متحفز لكن التحفز مش هينفعه باي حاجة خلاص اي مور يعني هتيجي تتحفز هنا ليه من تخسران في ملعبك واحد سفر فبالتالي معتقدش ان داركونوفيتش هيلعب بطريقة غير الكل في الكل يعني فبالتالي المباراة برضو ممكن تبقى فيها اوجه صعوبة طبعا على ملعبنا واقع وسط جمهورنا لكن هي مباراة مهمة جدا جدا لو تخطينا المباراة دي ما عندناش مباراة تانية صعبة قبل مركاتو يناير عندك بس مباراة السوبر بتاع السوبر المصري اللي هتتلعب يوم 28 في ابو ظابي الاهلي والزبالك ده يمكن يكون المباراة اللي هي شوية يعني ممكن تكون عامل حسابها لو شايف انها مباراة صعبة غير كده اعتقد هتبقى مساحة كويسة الكولور لاكتشاف وتقييم سكواد النادي الاهلي اشتركوا في القناة